أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري راديو الحياة قابل سهيلة جحازي من جمعية أصدقاء المريض احكي لنا سهيلة شو هي جمعية أصدقاء المريض؟ جمعية أصدقاء المريض الخيرية القدس هي جمعية خيرية جمعية غير حكومية مسجلة الجمعية بتقوم بإلها علاقة في الصحة العامة والصحة كمان تتني بأمور الصحة الخاصة للنساء وهذه الجمعية هي أكثر أعمالها اللي ها علاقة في بتشتغل في أمور السرطان وبتشتغل في أمور صحية أخرى كهشاشة العظام والتثقيف الصحي حول سن الأمان والسلام المنزلية إم تبلشتك مؤسسة وليش؟ الجمعية أصدقاء في عام تقريبا بالألف وتسعمائة وتمانين اللي هي أكثر من خمس وعشرين سنة وأكثر موجودة هذه الجمعية أصدقاء على أساس أن تقدم الخدمات الصحية للنساء خاصة وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام شو هي مهمتكم ورؤيتكم؟ هدف المؤسسة هي الرقيف في الصحة للمجتمع الفلسطيني والارتقاء في تقديم الخدمات الصحية وتوذويدهم بالمعرفة والمهارات العلمية التثقيفية الصحية للمجتمع حكي لنا أكثر عن المشاريع اللي عندكم؟ هلا إحنا لنا أكثر من مشروع بنشتغل عليه من المشاريع الأساسية اللي بلشنا فيها زمان كان في عنا تصوير الثدي بالأشعة الموموغرافي بعدها انتقلنا الأمور للتثقيف العام الميداني اللي هي من هشاشة عظام صحة ثدي منتصف العمر السلام المنزلية وعنا كمان مشروع بنشتغل عليه لنا من الألفين هو العلاقة في مجموعة الشروق اسمها هاي المجموعة هي سيدات مصابات ومعافاة من السرطان هل دعم الناس اللي عنده السرطان مهم؟ أكيد الدعم هو إشي أساسي مهم للمرضى السرطان لأنه هم بيكونوا في عندهم في حالة من الاكتئاب والخوف والألم من خلال مجموعة الدعم بتدعمهم وتخليهم يتخطوا هذه الأمور ويقدروا كمان يطلعوا على المجتمع ويحكوا أكثر عن مرضهم ومشاكلهم اللي ممكن تساعد الناس المصابين جديد أو الحائلات هدول الناس كيف يتخطوا وكيف يدعموا هدول المرضى إذا الكيتو شخص مريض بالسرطان هل هم بحاجة لاستشارة؟ أكيد كل شخص بيمر بمرحلة أو بيصاب بمرض السرطان بحاجة لحد يدعم ويواقف جنبه لهذا الشخص لأنه زي ما حكينا أنه بيكون ضايع مش عارف وين بدي يروح أكيد بيأخذ معلومات من الطبيب بس الطبيب ما بيكفي المعلومة البعطية لأنه بيكون مجغول فأكيد بوجود مجموعات داعمة وناس يدعمهم هذا إشي أساسي اللي بيخرجوا من الوضع النفسي والألم اللي هو موجود فيه وكمان بتدخلوا في أمور التربوية ممكن تشرحيننا أكتر عن هذ الإشي؟ أكيد إحنا بنعمل كمان إشياء تدريبية وورشات عمل بنعمل تدريب وورشات عمل للممرضين للأطباء بمواضيع مختلفة ومنها الرعاية التلطيفية لأنه حسب ما إحنا بنشوف أنه الأطباء والممرضين والعاملين في الحقل الصحي وحتى الطلب الأكاديميين اللي بيعملوا اللي إلهم تخصصات صحية هذول الناس بحاجة لمين يدرب يعطيهم تدريبات لأنه بسبب الموارد المالية قليلة اللي بتساعد في تقديم محاضرات ودورات تدريبية فإحنا من وجهة نظرنا كأصدقاء المريض القدس منحاول نقدم هذه التدريبات والوشات والتثقيف والتوعي والمهارات ومنحاول نجيب حتى الأخصائيين من الخارج اللي بيكون عندهم هذه المهارات وكذا عساس أنه يتم في تواصل بين المعرفة اللي برة وتواصل بالمعرفة اللي موجودة عندنا في فلسطين في الكادر المحلي حتى نطور المعلومات أكتر ونثقف أكتر هل التعليم مهم في المجتمع الفلسطيني؟ أكيد إشي مهم دائماً دائماً يعني الشخص ما بيكتفي في الإشي اللي بياخده بحاجة أن يكون في تدريب أكتر في توعية أكتر في معلومات أكتر يعني طبعاً أكيد تدريبات إشي مهم بما أنكم بتكونوا بجمع معلومات ما ممكن تشحي لنا أكتر عن هالموضوع؟ أكيد إحنا دائماً لما نيجي منعمل أي نشرة موجودة عندنا في أصدقاء المريض نعملها تحديث دائماً نرجع للإحصاءات والإشياء المعلومات الموجودة حتى دائماً يكون المجتمع الفلسطيني على الطلاع بكل مسجد من المعلومات والإحصائيات الجديدة حتى يقدر يتعامل معها ويعرف هل في تزايد هل في نقصان إذا في تزايد وين هو بالضبط وحتى يقدر نشتغل عليه إحنا كمؤسسة صحية وكمؤسسات فلسطينية موجودة في فلسطين إذا حدا بعتقد أنه عنده السرطان هل الفحص المبكر مهم؟ أكيد إحنا دائماً بكل شعاراتنا بكل إشي منطلقه بكل حملاتنا إنه الكشف المبكر هو أهم شيء هو سلاح الشخص في الكشف المبكر الإنسان ممكن يوقي نفسه ممكن يأخذ العلاج الصح وممكن ما نوصل لمرحلة متأخرة إحنا حسب ما نشوف عناه في فلسطين إنه في مراحل كتير متأخرة بوصلوا النساء لأيلها بتكونوا بمرحلة متأخرة فمما بستدعي إنه تدخل في علاجات أعقد أو ممكن إن الإنسان تنتي حياته في وقت أقصر فأكيد الكشف المبكر هو سلاح مهم عند الشخص كداش حجم مرض السرطان في المجتمع الفلسطيني؟ هلأ مرض السرطان هو زي أي سرطان موجود في العالم بره هو مسبب الثاني حسب ما نشوفه في فلسطين لأسباب الوفيات في فلسطين وهو في إزدياد وفي انتشار فمن هون إحنا دائماً وجود مؤسسات صحية زي أصدقاء مرض القدس بتساعد على إنها تحث على الوعي والكشف المبكر وهون دورنا إحنا كأصدقاء المريض وأكيد في دور تاني للمؤسسات الموجودة في فلسطين حتى نحاول إنه إنكافح مرض السرطان التدخين هو مشكلة كبيرة هون في المجتمع كيف تعملوا للحد منه؟ أكيد التدخين هو برضو كمان من المسببات اللي إلها علاقة في السرطان وفيه انتشار كبير من التدخين إحنا كأصدقاء المريض في بزمان يعني قبل يمكن خلال نحكي قبل 15 عشر إحنا عملنا زي بوسترات إلها علاقة بوسترات عملنا زي بكمبيتشن وأتهاء أو إشي زي هيك منافسة عن التدخين وهذا يعني كدورنا من إشياء التانية اللي إحنا نعملها عن إيش مسببات السرطان بس إحنا ما بنشتغل فيه كتير في هذا الموضوع لأن في مؤسسات تانية هي بتوعنا فيه بتحكي حديث أكتر عن التدخين وقديش مدار التدخين وأكيد فزته بكتير جوائز ممكن تحكيين لأكتر عنهم؟ إحنا حصلنا على جوائز عديدة من الـ UICC أخذنا جوائز متعددة وإحنا عضاء فيه أكتر من مؤسسة إلها علاقة في السرطان وعندنا كمان المديرة التنفيذية كارول جعبري هي حاصلة على كسفيرة للسرطان في فلسطين من خلال الـ UICC هل تدريب المجتمع المحلي مهم؟ أكيد طبعا هذا إشي مهم أنه العمل المجتمعي هو شيء مهم إحنا كمؤسسة مجتمعية من عندنا مؤسسة مجتمعية فلسطينية في تعاملنا مع المؤسسات الفلسطينية التانية وكلنا إحنا متكاتف مع بعض إيد بإيد حتى نقدر نتدارك مرض السرطان ويقدر نكافحه ونوعي أكتر المجتمع الفلسطيني هل عندك أشخاص عانوا ولكن انتصروا على السرطان؟ نائب الرئيس في جمعية أصدقاء المريد هي سيدة مصابة بالسرطان وهي معنا في الهيئة الإدارية وكمان عنا نساء مجموعة الشروق كمان هم كأعضاء موجودين معنا برضو هم سيدات مصابات وبيطلعوا على المجتمع وبحكوا عن أمراضهم وبوصلوا الرسالة للمجتمع أن مرض السرطان هو مش قاتل بالعكس أنه إحنا وجودنا في مؤسسة زي هاي عشان نساعد الناس اللي موجودين بره في المجتمع الفلسطيني ونقويهم ونعطيهم الأمل أكتر هل العمل اللي بتقوم فيه بنكذ حياة كتيرين؟ أكيد العمل اللي إحنا موجودين فيه من خلال النساء اللي بيجوا عندنا أو من خلال الدورات اللي بنعطيها إحنا بنشوف أنه فيه كتير نساء أجد في مراحل المتأخرة وكانت خايفة بعدين هادول النساء الوضع تبعهم اللي بيجي بيشوفهم بقول هادول أكيد مش النساء اللي كانوا بالسابق عندنا وكان عندهم خوف فهم هلأ بيطلعوا بينشر الوعي تبعهم بيطلعوا بيحكوا في المؤتمرات بيحكوا في الورشات وبدعموا غيرهم للنساء التانين بجينات اتصالات من الناس ويعني زي كأنها سلسلة عم تمشي متدحرجة أنه الناس بتكون بوضع خوف وبعدها بتطوروا لأي شيء أنه بيكونوا بسحطهم أحسن وبنجيب ناس تانيين وهكذا يعني هل في ناس برجعوا بيحكوا لك أخبار مفرحة؟ أكيد إحنا كتير منشوف النساء بيكونوا بيجي بمراحل متأخرة وبعدها بتتطور الست فبتيجي مبسوطة ومغيرة نفسيتها كلها متغيرة فبتصير تقول أنا بدي أساعدكم بدي أطوع معاكم حتى أخلي النساء التانية المروا بالتجربة تبعتي السيئة أنه هم كمان يتحيصنوا نفسيا وبتشوفهم مبسوطين في حياتهم ومستمرين وبيشتغلوا كل هاي الأمور شو نوعية الكصص اللي بتسمعوها؟ يعني مثلا إحنا في عنا مرأة إجتت أنه هون كانت حامل بتوأم وحكوا لها أنه عندك مشكلة سرطان وبعد ما تبين أنه عندها سرطان حكوا لها لازم ينزل البيبي تنين نزل نزم بيبي لما اكتشفت أنها هي نزلت البيبي تفاجأت بعد كام شهر أنه عندها بيبي كانت حامل في بيبي تنين بدل واحد فالتاني ضلوا ببطنها وقدرت تستمر في الحامل تباحها وخلفت ولادها لأشباب فدائما تكون حاملة صورهم أي مكان بتروح عليه بتفرجيهم صور ابنها وهو صغير كيف كان وكيف هلأ صار شاب وهي استاتها عايشة وعم تعطي رسالة وبتقدم رسالة للنساء التانين إنه أنا موجودة وأي حدا بده أي سؤال أنا بدعم وبقدم الدعم النفسي لكل النساء الموجودين فإنه السرطان هو مش مرحلة واحدة يعني بسيطة إنه بدعموت لا في حياة لسلة قدام ممكن أستمر أكتر من 25-30 ممكن في نساء يكونوا أصحاء وهم يفقدوا حياتهم وهذه المريضة مستمرة وعم بتدعم وبتوعي غيرها من النساء التانية ليش بتقوموا بهذا العمل؟ يعني أنا بحس إنه هذا إشي مهم لأن أنا كفلسطينية لازم أساعد مجتمع الفلسطيني وأدعمهم وقدمهم المعلومات والمعرفة لأنه هذا الواجب يدوري يعني إنه عوضا عن إني أنا بشتغل في أصدقاء المريض كشغل كعمل بس أنا كمان بحس إنه هذا إشي واجب بي كفلسطينيين إنه أدعم وأساعد وأقدم العلم لمجتمعي شو صلاتكم للناس اللي أنتو بتخدموهم؟ يعني أنا بالنسبة للأصدقاء المريض يعني بتمنى إنه إحنا كعملناه وإني نستقبل أي إنسان نقدم أي خدمات مفتوحة في أي وقت ممكن نتصال علينا على أصدقاء المريض واللي هو رقمنا مثلاً 06-0626-4674 أي حدا بده أي معلومة إحنا منستقبلها أي استفسار إحنا منقدر نجاوبوا عليه فإحنا مؤسسة مفتوحة للجميع ومنقدم خدمات للكل وأهلا وسهلا بالجميع يعني شكراً سهيلا وشكراً لإسمعك وبرنامج أحدث فرقاً معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك؟